زي نعرف نبني حياتنا روحية حقيقية بالإيمان حيحنا بناخد المثال بتاعنا الحقيقي من أبائنا كل الأباء اللي كتبوا في الحياة الروحية كانوا عظماء في الإيمان العقيدي هناخد مثال بسيط قوي مثلا أم بانطنيوس أم بانطنيوس إحنا ما بنقراش عنه أي كتابات عقائدية خالص كل كتاباته روحية أو أقواله روحية ونحن نعرف تماما أن الأم بانطنيوس هو أب روحي حقيقة بقى أن الأم بانطنيوس نفسه هو اللي سند البابو أثاناسوس لما كان شماس صغير في رد البدعة بتاعة أريوس أثاناسوس كان صغير لسه وكان كلامه مش مسموع عند الناس وكان أبو الروحي أم بانطنيوس راح قال له الحقن يا أبويا أنا مش عارفة أعمل حاجة نازل الأم بانطنيوس يساند أثاناسوس طب هسانده بإيه بس كده بالتعديد لا كان بيأكد على تعليم أثاناسوس أنه هو تعليم سليم إذن الآباء الروحيين وصلوا بحياتهم الروحية الحقيقية بفهمهم للعقيدة وللهوت ولإيمانهم الحقيقي هو ده الإيمان الحقيقي وبتعلمهم إحنا إيماننا بيقوى فبالتالي إحنا بنبني حياتنا روحيا بالزبط كده مع نقطة مهمة أوي أن الإيمان يجب أن يكون إيمانا عاملا يعني هما كانوا يعيشوا الثالوس في حياتهم يعيشوا الثالوس في الليتورجيا وزيما الكتاب بيقول في رسالة معلمنا ياعقوب يقول كده يقول أنت تؤمن أن الله واحد دي المعرفة حسنا تفعل والشياطين يؤمنون ويكشعرون الشياطين كمان عارفة أن الله واحد اديني بقى الإيمان بتاعك ده في صورة عمل موجود اللي هو العمل الروحي والجهاد الروحي والكنيسة والتي تورجي والحاجات بس هو هنا في رسالة يهوزة اتكلم على الإيمان الأقدس معناها إيه كلمة الإيمان الأقدس الإيمان الأقدس هو الإيمان المسلم الحقيقي يعني إيه حيث في الفترة اللي كان عاش فيها القدس يهوزة وفترة الأباء وفي القرن الأول بالذات مع القدس يحنى كمان ظهرت فكرة اسمها الغنوسية وابتدت الغنوسية دي تاخد من الفكر المسيحي معناها إيه أصلا اللي هو إحكام العقل والحكمة في كل شيء فابتدت تعمل إيه تاخد الإيمان المسيحي ده وتحطه في شكل فلسفي فتنحرف عن الإيمان السبع طبعا لأنه الإيمان أصلا أو الحياة الروحية كلها ما فيش عقل ممكن يفهمها بالظبط بشكل صح تمام وده اللي حصل في إيه بقى الفلسفة تجد بتقول إيه كتت تقول مثلا مدمن الحاجة تجد تقول هتقول أن الله منزه عن الماديات وبالتالي ما ينفعش يبقى في صورة مادية طبعا فكان يعمل إيه فيلغي التجسد فيقول لك أنه ظهر في صورة تجلي وليس اتحاد أكنومي انحرف عن الإيمان لأنه العقل ما يقدرش يتخيل اللي حصل بالظبط لأنه سر عظيم غير مدرك لكنها حقيقة إلهية وبالتالي الكدس يهوزة بيقول لنا الإيمان الأقدس من فضلكم يا جماعة خلوا بالكو في ناس عايزة تبعدكم عن الإيمان الحقيقي بكلمات وإيمان غير حقيقي كلمات مزيفة وإيمان مزيف وهنا الإيمان الأقدس إحنا بناخد الروح القدس في المعمودية أول حاجة خالص لكن إحنا لو تكلمنا على الروح القدس الساكن فينا موجود جواه كل واحد فينا لكن في حد بيطفل روح القدس بتصرفاته على مدار حياته وفي ناس بتخلي طول الوقت الروح القدس ده روح ناشط بيخلي ضميرهم صاحي طول الوقت لو يعودي بنا شوية الطريق لو الطريق انحضر بينا لو معرفتش أوصل لطريق سليم إزاي أخلي الروح القدس يصحي الضمير اللي فيه ويخلي الروح القدس نفسه ناشط جواه الروح القدس ناشط لما أنا أنشطه بالزبط عاملة زي فكرة إيه أنا قاعد في مكان الدنيا دي سقعة كويس وراجل بدائي خالص فعندي شوية حطب وبولحهم نار لو أنا سبت الحطب والنار وما عملتش فيهم حاجة اللي هيحصل النار هتطفي لازم أعمل إيه لازم أبطلعه ده قوي عليها جامد 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 عشان تفضل إيه موهوجة فأنا حس بالحرارة فأدفى العمل ده هو العمل اللي أنا بقوم بي وهو الجهاد الروحي بدون صلاة بدون كتاب مقدس بدون أسرار كناسية إفخارستية وتوبة بدون مزبح بدون مخضع في البيت الروحي الكتاب سيطفي تهي حلقة مع بعض كلها ماسكة في بعضها يعني كل النقاط اللي حررتك كلمت فيها دلوقتي دي كلها حلقات ماسكة في بعضها ما ينفعش أني أمشي بحلقة وحلقة لأ فعش مثلا أبقى بصلي بس وما بقراش كتاب المقدس أو أني أبقى عاملة حسابي أو متخيلة أن أنا ماشية في السياق الروحي الصح لو أنا روحت للأدس وأنا ما بقراش كتاب مقدس يعني هي حلقة ولا ممكن حاجة فيهم تكفي لا هي حلقة متصلة لأن هم كلهم بيكملوا بعض الصلاة أنا هجيب منين كلام هجيب منين معرفة طب أنا هصلي المين هجيب منين كلام هجيب من اللي احنا حاسينه هنجيب من طلباتنا اللي موجودة طول الوقت هنجيب من شكرنا أوقات كتير هنجيب من حزننا وضيئاتنا فالكلام لو بنتكلم بشكل شخصي ممكن يبقى الكلام موجود بس فيه كلام ما بنعرفش نقوله إلا لو زي ما هيك قلت كده عندنا حياة روحية كتاب مقدس جوه كتاب مقدس طب أنا هتملي بالمسيح منين من الإفخارستية من الأدس طب أنا هفهم الأدس منين من صلاتي في المخدع إذن هي كلها حلقة واحدة ما تنفعش واحدة بس لك أصدي كفايا علي كفايا عليك بمناسبة إيه كفايا عليك لما يكون عندك قصور ده موضوع تاني يعني إيه مثلا يعني واحد اتولد في مجتمع ولا عرف لا يرى ولا يكتب فطلع كبير ما بيعرفش يرى ولا يكتب ده مش هقوله إيه راكتاب مقدس غزبا عنك لا بس ربنا هشايفها لكن لما يكون متعلم ومتخرج من الكلية ماشي ومعي باكاليريوس أو لسانس ومعرفش على كتاب مقدس أنت تدين على هذه الفعل الناس أو دايما منبقى من الدارة كده في حتة اسمها مجغوليات الحياة أيو أيو مش معنديش وقت ما هو برضو الشغل ده دي خدمة مثلا أو أنا بغدم في كنيسة أو أنا بروحه بعمل ففكرة الوقت وفكرة المجغوليات فكرة العالم نفسه لما بيخدنا بقى طول الوقت كده للبعد عن وصائل النعمة طول الوقت ممكن أعدي إزاينا الخط ده حيال النقطة دي نقطة مهمة أول لأن الشيطان بيقف جنبي يعد سقف والشيطان بقى الحيال بتاعته مش الحيال القديمة بقى إن أنا بقى أجيب صورة ومش عارف إيه وحشة وخليك تكذب لا 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 خالص الحيال بتاعته جديدة بقى أنت شاطر في الخدمة اخدم أكتر بس مش مشكلة تصليب أنت بتخدم خلاص منعه بس خليخدم ولكن أنا خدمت أنا عملت النهاردة شغل حلو قوي والناس النهاردة انبسطت والولاد كانت فرحانة حلو صلاتك فين معلش ما لحقتش وشيطان فرحان لأن الأهم بالنسبة لي هو الصلاة فبيشغلنا بالحاجات اللي احنا فاكرينها إنها بتوصلنا لربنا في الحقيقة بيتبعدنا عن ربنا مش بتوصلنا لربنا اللي هي المشغوليات اللي أنا بحبها بيتبعدنا أكتر طب إزاي قدر بقى أصلي لازم يكون عندçek وقفة مهمة أوية إن أنا أصلي يعني أصلي على الرأي بابا شنود ربنا بينها إعناء نفسنا هصلي مهما هصلي أي وصح هاصلي يعني هصلي أي وقت هصلي فيه وقت وجع هصلي وقت حزن هصلي وقت فرح هصلي وقت تقعب هصلي وقت محتاج هصلي وقت مش محتاج هصلي وقت شكر هصلي كل الوقت هصلي طب كتاب مقدس لازم يكون في كتاب مقدس بس على الأقل يبقى فيه نمو وشغل شغل باستمرار مفضلش يقف لأنه لو وقف النبع هيقف زي ما بدي للجنين لو النبع من الجنين ده وتوقف الجنين ميت كمان الروح الكدس عندي نفس الحكاية محتاج دايما للنشاط باستمرار